اشتركوا في القناة 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 يدافع عن كابتن إبراهيم نور الدين بيقول لك مرتكبش للخطأ واحد يعني أنت ما تحسبش ضرب الجزاء في أول دقيقة في أول دقيقة ضرب الجزاء واضحة والفار يناديك الدكتور مصطفى متحت يعني كابتن سامير عثمان في التحليل التحكيمي على كناة إداله رجل المباراة يعني الحكم الفار لأنه هو كان بيجيبه وبيجيب له لقطات ممتازة والحكم إبراهيم نور الدين بيرفض احتساب راكلة الجزاء يعني الفار بيناديك وأنت عايز أقول لحدك على كابتن سامير عثمان طلع قال لتلات حكام في السنتين اللي فاتوا حب نفسك خليك أناني من بقى؟ التلاتة معنا على الصورة أول حكم بتاع الماتش إمبرح أو أول إمبرح حكم إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك وسموح الحكم محمد معروف في ماتش الزمالك وصراميك والتالت الحكم جهاد جريشا ده هنا كان ده جهاد جريشا كرة طريق حامد بالكوة مع عبدالله السعيد اللي هي كان فيها كارت أحمر دي في مباراة الزمالك وبراميك ده الحكم جهاد جريشا هات اللي بعدها كمان ده الحكم محمد معروف كابتن سامير عثمان قال له حب نفسك أكتر دي كان في انظار بتاع زكريا الواردي في مباراة الزمالك وصراميكا والمباراة الثالثة كانت المباراة الأخيرة بتاعت الزمالك وسموح الحكم إبراهيم نور الدين الغريب أن في التلات ماتشاط بصراحة يعني لنادي الزمالك أن التلات أخطاء كانوا النادي الزمالك مع عمر ناش شفنا أخطاء تحكمية بهذا الشكل النادي الأهلي فدي ده بس اللي احنا بس يعني زعلنين منه أو اللي يتدايق على فكرة الأهلي النادي الأهلي متصدر الدوري بس الكورة مش مضمونة مفيش حد يقولك أن الأهلي حسم مفيش حاجة اسمها إن الأهلي حسم الدوري دي كورة جماعة ممكن في ماتشين أو ماتش زي ده يرجع المنافسة تاني أو يرجع دي كورة مفيش حاجة اسمها لأهلي حسم الدوري لسه بدري جدا فأنت لازم تدي لكل فريق حقه هو مش في يوتشار اللي هو التاني ده مش حقه إنه هو يلعب دورة بطال أفريقيا ومال هو صارف ودفع فلوس وجاب صفقات ومش عايز يبيع صفقات ومش عايز يدينا مثلا بعض اللعيبة وبيحافظ على الفرق وكده حقه إنه هو ياخد التاني ادي لكل فريق حقه الحكم بتاع المباراة ده زي القاضي القاضي مفروض بيحكم بالعدل تب تفرجع البيت الكتير كتير البيت الكبير كتير أو اللي ايه فمفروض القاضي القاضي هو ده مفروض قرارات الحكم يكون كده مفيش حاجة اسمها إن حكم الفريناديك مصر كلها مش هقولك محللين تحكميين ولا قناة ده مصر كلها شايفة إن اللعبة ضرب الجزاء وإن هي الدايس على رجل هات اللعبة أو هات الكورة هتلاقي إنه دايس على رجل حسام حسن واضحة جدا يعني الحكم إبراهيم نور الدين والمصيبة الكبرى إنه هو طالع بعد المباراة بيعلق على القرارات التحكمية يعني والغريب كمان إن المخرج غم الصورة يعني وقعد يقولك اتحاد الكورة بيصرف وحيجيب خاصية جديدة مش حيجيب خاصية جديدة ده داركم مود ده ده خاصية الظلام والله يعني أنا مش عارف بصراحة يعني أنت جاي وجاي بخاصية جديدة ده نزل عن خاصية الظلام الرجل عن رجل الرجل عن رجل والرجل دي ستبعنا وعلى فكرة هو ناحية لو حداش بصيك جوه هتلاقي إن هو جايب لإبراهيم نور الدين السورة واضحة هو جايب هنا تقريبا ده مخرج مباراة فهو لو يعني الكورة على الكورة اللي احنا نعرفه في كورة القدم على قد علمنا يعني في الاربعين خمسة واربعين سنة اللي الواحد كان بيلعب فيهم كورة فترة اللي فت أو يعني قريب من مجال الكورة على قد علمي إن الكورة لما برجل على بتبقى على الرجل بتبقى فاول وطالما جوه منطقة الجزاء تبقى على الجزاء ومين اللي لعب الكورة؟ مهاجم سموحة اللي هو حسن حسن يعني كمان مش اللي لعب الكورة مدفع الزمالك لا ده اللي وصل للكورة كل الشروط بتاعة ضربة الجزاء موجودة كمان اللعبة التانية بتاعة ضربة الجزاء اللي هي التانية بتاعة محمد مغربي لما واقع حكم الفرن دالو وقال له ايه قال له تحالها الكورة مش ضربة الجزاء هو حسنها ضربة الجزاء ده هو عمل كارسة تاني ان هو صفر مداش اتاحت فرصة للعبة يعني انت كمان عطلت اللعبة يعني انت ضيعت على الزمالك هدف كانت ممكن فرصة ما تحسبهاش لسه هتشوف ضربة الجزاء ولا مش ضربة الجزاء مفروض ادي اتاحت فرصة لغاية اما اللعبة تكمل للاخر وبعدين هصفر هو بقى هنا الكورة جاء في رأسها جاء في رأس محمد مغربي هو مشاير صورة على صفحته المصيبة الكبرى كمان ان هو مشاير صورة على صفحته وكاتب ان هي ايه ان هي جاية في ايده لا الالعاب ديت بتجيبها بالفيديو مش بتجيبها بالصور لان اللعبة دي بالذات في بعض الالعاب في كرة القدم بتحتاج فيديو عشان تشوف هي جاد في رأسه ولا في ايده هي جاية في رأسه تمام فطبعا هي مش ضربة الجزاء يعني مش ضربة الجزاء خالص يا اخي ضربة الجزاء يا أخي ما تقولش كده عيب. فهو للأسف حسابها وغير كده يعني مين اللي هيحاسب بقى. ميزة كلاتن برجي هنا كان بيطلع ايه. يشوف بعد الجولة يحاسب يقولك ده الحكم اغطأ في كذا وكذا. وكنت تشوف الحكم ده بيبعد شوية متشين تلاتة. تلاتة اربعة متشوار. كريم هل انت مع انه اه ان احنا يتم نشر المحادثات ما بين الحكام ولا لأ? اه طبعا احنا كنا ماشينا على سيستم موفقة يا كبت اسلام. احنا فضلنا سنين ماشيين مع رئيس لجلة الحكام المصري. لغاية لما الدنيا فشلت تماما ان هي تبقى كويسة او عادلة للجميع. او حتى نحس التطور في التحكير. لما ندينا بضرورة تعيين رئيس لجلة حكام اجنبي ما كانتش يعني افتكاسة ولا كانتش اختراع ولا كيميا ولا حاجة. لانا احنا اقتبسنا هذا الامر من دول سبقتنا. واحنا حتى استشهدنا بالدوري السعودي لما استخدموا كلنا ان هو يزبط لهم لجلة الحكام هناك. وفعلا الدوري السعودي النهاردة خلاص. يعني فعلا بقى في حتة بعيدة جدا بقى في فجوة. فجوة بين الكرة المصريية وكرة السعودية. كرة السعودية تطورت بشكل فضيع للغاية حتى على مستوى الايداني. جيت لاتنبرج في اول تجربة لنا مع رئيس لجلة حكام اجنبي. اكيد طبع ليه مميزات ولو عيوب. بس الاكيد. الاكيد ان الجميع كان حاسس ان مفيش تربص بحد. وان الرجل فعلا على مسافة واحدة من الجميع. وفعلا بيحاول يعني يساعد ويطور المنظومة. مليون في المئة فيه اخطاء. بس الرجل كان بيشتغل كويس. وكان فيه تطور. والتجربة كانت نجحة فعلا. واحنا هنا في القناة هنا حذرنا. وقلنا. نيكلاتنبرج. حيتم محاربته. بكل السبل الممكنة. عشان التجربة بتاعته ما تنجحش. بسبب الخناعة الكورسي. دي الحقيقة. وبالفعل. نجحت بعض المجموعات داخل الحكام او لجنة الحكام او الحكام القدام. ان هما يتفشوا الراجل. والغليب جدا جدا بصراحة. المفهموش. فعلا مش فهمو. الاستاذ سروا السويلا. كل شوية يطلع. انا شايف تلاتنبرج ده فاشل. تلاتنبرج ده مش عارف ايه. تلاتنبرج ده ايه. والتحكيم الاجنابي ما ينفعش يمسك. يا راجل. يا راجل. ممكن طبعا كل واحد اكيد حرف وجهة نظره. انما لما حد يشوف يعني سواد. سواد. ويطلع يقول لا 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 دي الدنيا حلوة. لا انا اسف. انا اسف. دي تصراحات مضللة. انت هنا بتضللنا. لايه سيب بقى الله هو اعلم ما علافش كل واحد بقى ايه ونييته. انما الاكيد ان انا دي الوقت خسرنا تجربة جيدة كانت. مش شكل كويس. النهاردة انا بصراحة طبعا طبعا لما حد يجي يقول لي رئيس لجل حكام اوكي برتغالي. لما جا قرنوب رئيس لجل حكام انجليزي. انا ما عرفش مش عايز احكم على الراجل قبل ما يجي. بس مليون في المئة مليون في المئة. ان عدم ازاعة الحديث المبين الفار وما بين التحكيم. هيخلي اي واحد متابع يقول لك انك حاجة عايز تخبيه. ما تش عايز تنشر ليه? لان انت اكيد في حاجة كانت ممكن لو الناس سمعتها اه بتاع فيه مشكلة. وزي وسائب بيقول واحدة من النقطة العادل كان تلادنبرج بيعملها ان اي حد بيغلط بيتعاقب. وبالتالي انت بترسي مبدأ تعليمي عند باية الحكام خلي بالك. اشتغل كويس. واشتغل لنفسك وكبر اسمك ما تبصش لاي حاجة تانية. ملف التحكيم كانت الاسلام في مصر ملف خطير للغاية. وملف انا اسف انا اسف انا اسف. مش عايزين نوصل للدرجة ان احنا نحس ان بدأ فيه ما يشبه. ما يشبه. المافيا اللي عايزة تسيطر عليه. لأ لازم الموضوع يبقى واضح وفيه شفافية للجميع. في تجربة ناك هندعمها. انما النهاردة مع كامل احترام. هاي المسا كده تصقفت تحت. والكده يجب من الغندور. تلعوا انتخدوا تجربة تلاتنبرج. اوكي يا جماعة. تلاتنبرج كانت تجربة سيئة وفشلة. مت في ايه? السؤال هنا بقى. المنظر اللي شفناه في ماتش الزمالك واسموحة. ده اللي انتو عايزينه? ده سؤال مهم. اوكي احنا متفين. كلامك صح. السؤال هنا. الشكل اللي انت شفته في ماتش السموحة والزمالك. ويه طبعا ما عاكيب احترامة. شاباس اصلي كريم عايز الاهلي يكسب الدوري. الاهلي بعيد عن الزمالك. خلينا برضو نتكلم كلام موقعي. الزمالك حاليا. انا نتكلم هنا على تطور المنظومة للتحكين. والله تطور كور. وصراحة يعني نشوف كرة السعودية لازم نغير. النهاردة ندي الزمالك بعيد. فيه فجوة. ما بينه النادي الاهلي. في المنافسة خلص. النادي زباك بعيد شوية. وواضح جدا ان البوع ده هيستمر. ليه? بقى فيه مشكلة في الفريق عنده. طيب. المنظر يا كابتن عصام ويا كابتن جمان. اللي حصل في ماتش السموحة والزمالة. هو ده اللي انتو عايزينه للتحكيم المصري. طيب. انا هقول حاجة تانية عشان بس نية في الحد. ليه? لمدة عشر سنين لن يصلح اي حد من الجيل الحالي للحكام مصريي عشان نقفلها. لاي حد عند طلعات انه يقعد على كرسي رئيسك الحكام في مصري. ما فيش ولا حكم مصري يصلح. ايه بقى الدليل? نجيب دليل بقى. كابتن جهات جريشا لمجرد انه هو قال وجهة نظر يا كابتن اسلام في التحكيم الكابتن ابراهيم نور الدين في ماتش الزمانك واسموحها يا دكتور سابت. طلع الكابتن ابراهيم نور الدين. قال له ايه? في تصريح. قال له بشكل ساخر على احد المواقع والتصريح منتشر وكتب على جوجل اللي انا هقوله. قال له مش انا قلتلك يا شيخ حسني. ده رد الكابتن ابراهيم نور الدين على تحليل الكابتن جهات جريشا. وسابت من شوية قال نقطة مهمة. قال من كابتن جهات جريشا كان له اخطاء في بعض المباراة لما كان بيحاكم. ده يبقى ينك يا كابتن اسلام. ده يبقى ينك ان الحكام مع بعض. انا اسف يعني. انا اسف. عارفين خطايا بعض. فالتالي بيقول له ايه? ايه? انت صحيط يا شيخ حسني. نعم? يمكن على كرة المقصة. اه. انت صحيط يا شيخ حسني. ده يبقى يبقى لك انا 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 اطلع في برنامج تلفزيوني انا احكم دلوقتي. اي. قادي. قادي رياضي. في الملعة. ينفع ان انا اطلع في برنامج تلفزيوني. اقول لك معلش. انا اقول لك انا كده كده هبطل. يكون بيكلمني مثلا. يقول لي كده كده هبطل عشان انا هاجي يشتغل معك بعد اسبوعين تلقيت بعد شوية. ما يقولك اهو. حتى لو على سبيل. هيقول لك ايه انا باهزر. فيش حاجة اسمها او في حاجة اسمها كده. لا طبعا. لا طبعا. وفي حاجة اسمها ان حد يطلع يتكلم كده. سيبنا من كل ده. طيب. وينفع حد يطلع يقول. ان كابتن جمال الشريف قامة كبيرة. وحاجة يعني محترمة جدا. يعني. نتفع ونختلف معي. ولكن قامة كبيرة يعني. هل ينفع تقول على كابتن جمال الشريف انه هو رجل محترم ومعندوش اغراض. يعني كل اللي بيقوله عكس اللي انت بتقوله. معناهم انهم عكس الكلام اللي انت بتقوله. كلام مش منطقي. وكلام ما يصحش. وكلام. انا انا مستغرب جدا. الحقيقة من كابتن ابراهيم نور الدين. ومستغرب من رد فعله. ومستغرب من رد فعل لجنة الحكام. كابتن محمد فاروق وكابتن توفيز سعي. وكمان حاجة لكابتن السلام. المجموعة الحالية. حتى لو احنا طبعا بالكاد على الفنين. وهما داخل ما. في مشاكل كبيرة جدا. ايه دائريا لا يصلحه. الادارة دي حاجة تانية. يعني المدير ده. ده حاجة تانية خالص. ده. محتاج سكيلز تانية. ومحتاج دراسات اخرى. ومحتاج حاجة تانية خاشن يقع في دي. احنا كل كل الحكام اللي تقلضوا منصب رئيس لجنة الحكام المصرية. انا اسف. انا اسف. لا يفكوه الشيء في الادارة. هما كويسين في التحكيم. شوية حلوين. شوية وحشين. عادي زي لعبت الكورة. انما لا. الادارة دي. شان نجيب رئيس لجنة الحكام مصر. ولا عشر سنين. شكرا احنا قلنا. محتاجين رئيس لجنة حكام اجنبي. يعلمكم. يعلمكم. دي فايدة مننا لكم. هقول لكم نصيحة. يعلمكم. ازاي تديره. لان انتو لا تصلحه. ما تعرفوش. مش عندكو الكدرات وما عندكوش الملكة كمان. فاحنا النهاردة. عشان نخرج يا كابتن اسلام من الشكل اللي شفناه في الاخطاء الاخيرة. في مورات زيك وسموها. الله اعلم انا بصراحة دوارتي ده. انا معرفش شكل عامل زيك. كل امانات. اوكي. هم اختاروه. ايا كان الاختجاب. في الاخر احنا اللي هيفرق الشغل في الملكة. الشغل هو اللي هيفرق. هنشوف. الراجل اشتغل كويس. وكمل. هنقول. كل صراحة. كلاتنبير كان ناجح. كلاتنبير كان ناجح. كان تجربة ناجحة جدا. والراجل كان واضح. وصارم جدا. وما بيهزرش. ما حد. قوله كان بيصاحب حد. صحيح. ما كانش اي حد كان يعرف كلاتنبير من جوة حد الكرة. كنا نسأل يا جماعة كلاتنبير مصاحب حد. ولا مصاحب حد. شغلي من حد يعني اه. 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 اجي نشوف الرجل البرتغالي ده. على نفس المنوال. على نفس الشاكلة. وتاني. بكل امانة. يا جماعة. يا جماعة غيروا. غيروا على كورتكم. غيروا على كورة. على الكورة في مصر. احنا بنتأخر. احنا بنرجع. النهاردة الحاجة الوحيدة. الحاجة الوحيدة اللي رفعه. راسنا شوية. في الكورة قدام العالم الاهلي. الحاجة الوحيدة. اللي بتخلينا نرفع راسنا نقول. اه يا جماعة احنا رحنا لعبنا اخصرنا اربعة اربعة بس حاولنا بنحاول احنا معناش نفس امكانياتكم معناش نفس امكانيات برا ما في نفس الوقت ياريت على كل المنظومة اتحادوا الكرة الحكام غيروا على كرة بلدكم لو انتم فعلا بتقول بس شعارات الكرة في مصر واسم مصر انت انت نهاردة في ايدك ترفع التحكيم في مصر انت ما بترفعش حاجة وبتشتعل غلط وطلع تلتري على زمينك وبتلتريه على بس طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بقى هنتكلم عن المبارات الاهلي والهلال بعد الفاصل الكوميدي الحقيقة او يعني هي كوميديا سوداء زي ما بيقولوا فيما يخص التحكيم واللي بيحصل الحقيقة في التحكيم في مصر لانه زي ما كريم احمد قاله وبعدين حدش فهم حاجة ولا حد عارف حاجة ولا هو بس ان ممكن حد يطلع يتكلم على الشاشة مع حد حكم يطلع يتكلم بهذا الشكل اعتقد ان ده شيء صعب جدا هو مرتكب اخطاء يعني مصر كلها او كل الخبراء اللي موجودين اجمعوا عليها ولأول مرة ولأول مرة نطلع فاصل وبعد الفاصل الاهلي والهلال من خلال شاشة البيت الكبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة